حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز التسمي باسم عبد المطلب؟ لا يجوز الجمهور على النوم ما يجوز تعبيد الاسم لغير الله ما يجوز مطلقا أما عبد المطلب هذا اسم ماضي قبل الإسلام عبد الرسول عبد العزة عبد الكعبة هذا ماضي قبل الإسلام وما سمي وانتهى يبقى على ما هو عليه أما الحي يغير اسمه الرسول غير اسمه هناك كثيرين من الأحياء أما الميت فيبقى اسمه كما هو ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا حكاية للماضي أما إنشاء التسمية إنشاء التسمية في الإسلام تعبيد المخلوقين لغير الله لمنهي عنه محرم محرم لا يجوز وتعلمون ما جاء في حديث عبد الحارث وما جرى لآدم عليه السلام ما يجوز تعبيد المخلوقين لغير الله عز وجل إلا ما كان موجودا من قبل نعم ترجمة نانسي قنقر